خلينا نروح مع حضراتكم إلى النهاردة عندنا من انفو جراف بخصوص التعليم ياريتش جهولي أبراهيم لو سمحت مصر بتقفز حوالي 48 مركز في مؤشر التعليم الفني والمهارات التقنية طبقا للمؤشر العالمي تنفسية المواهب أهو قدام حضراتكم يعني بالمناسبة يعني احنا نتكلم عن التعليم أهو مصر بتقفز 48 مركز في مؤشر التعليم الفني والمهارات التقنية طبقا للمؤشر العالمي التنفسية تنفسية المواهب سنة 21 إيه اللي حصل أهو محور تمكين المواهب ده الموحاور محور تمكين المواهب كنا في سنة 20 سنة اللي فاتت 105 السنة دي وصلنا 195 يعني كان ترتبنا في دول العالم المية وخمسة في تمكين المواهب وصلنا إلى 95 يعني تقدمنا كام حوالي عشر مراكز ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية بقى المنبسقة من هذا المؤشر عندنا في الانفاق على البحث العلمي والتطوير كنا ترتبنا 52 تقدمنا كان مركز تأربع مراكز 48 سنة 21 في الإدارة المهنية كنا 81 تقدمنا مركزين بين 79 في علاقة الأجربي الإنتاجية كنا 72 تقدمنا بقى 60 حوالي 12 مركز غيره يا أبراهيم محور تنمية المواهب كنا في سنة 204 ترتبنا بقى 90 يعني تقدمنا كان مركز 14 مركز في محور تنمية المواهب ترتيب المؤشرات الفرعية مصر فيها ترتيب الجامعات كنا 55 تقدمنا بقى 38 17 مركز في تنمية مهارات الموظف كنا 101 بقى 65 36 مركز تفويض السلطة كنا 98 تقدمنا 23 مركز بقى 77 ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية بقى كلها المهارات المتوسطة كنا 71 بقى 23 كنا في مدى قابلية التوظيف 128 بين 89 سهولة الوصول لموظفين ذوي مهارات عالية كنا 104 في سنة 20 بين 62 ملاءمة طبيعة العمل مع المواهلات 127 بين 72 استقطاب المواهب من الخارج كنا 92 بين 67 الفرص القيادية للمرأة كنا 52 بين 26 اتصور انه هذا المصدر ده فيه من مجلس الوزراء ومركز المعلومات واتصور انه بيتماشى معه النهاردة الرئيس بيقولي احنا جدين في عملية اصلاح التعليم وعندنا تطور هائل خلال المرحلة القادمة اشتركوا في القناة